اشتركوا في القناة على امنه واستقراره وهو ما ثمنه العهل الاردني في ضوء علاقات الاخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين وصرح المستشار الدكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الزعيمان تبع حسى حول الجهود الجارية لتهدئة الاوضاع بقطاع غزة وانفاز المساعدات الانسانية العاجلة لاهالي القطاع محذرين من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الامن الاقليمي لتهديدات متنامية ومؤكدين ان ايجاد حل عادل وشامل القضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الامن والسلام الاقليميين طلق الرئيس عبدالفتاح السيثي اتصالا هاتفيا من المستشار الالماني اولاف شولتز وصرح المستشار الدكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاتصال تناول الاوضاع الاقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكسفة للتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل محتجزين في هذا الاطار وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة اشهر من اوضاع انسانية مأساوية واشدد الرئيس السيسي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الامامية ذات الصلة كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الاوسط والسلم والامن الدوليين ومن جانبه اشاد المستشار الالماني بدور مصر البناء في المنطقة واتفق الجانبان حول اهمية حل الدولتين كاساس لاستعادة السلام والامن والاستقرار بالمنطقة واضف المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات السنائية المتميزة بين مصر والمانيا على شتى الاصعدة تفقد الفريق اول محمد زكي القائد العام للكوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بادارة المركبات وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار حرص القيادة العام للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تفقد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بادارة المركبات وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة واستمع القائد العام للقوات المسلحة الى عرض تفصيلي من اللواء اركان حرب محمد عبد الفتاح مدير ادارة المركبات والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بادارة المركبات واوجه التعاون مع الادارات التخصصية كما تفقد عددا من خطوط الانتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع وانقل الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال ادارة المركبات متنيا على الاداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والامكانات المتاحة ويعد مجمع الصناعات الهندسية من اهم الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وامكاناتها القتالية والفنية وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها نفى المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اصدار قرار بالغاء رسوم الاغراق على واردات حديد التسليح ومن جانبها اكدت وزارة التجارة والصناعة سريان رسوم الاغراق على واردات حديد التسليح وفقا للقرار الوزاري الذي ينص على مد العمل بفرض رسوم مكافحة الاغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات المنشأ او المصدرة من تركيا واوكرانيا والصين وذلك لمدة اربع سنوات استقبل المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربي السيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الاراضي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية واستعرض الجانبان اخر مستجدات الخاصة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والارمان واكد وزير الانتاج الحربي ان هذا المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الاصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحضائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسا للمواطنين مشددا على ان الهدف من مشروع تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعرقتهما وجعلهما موقعا سياحيا وطرفيهيا جذاب